انا عايزك تصحصح معايا في الانذار اللي جاي ده كويس جدا عايزك تفوق معايا شوية لان الكلام اللي هلهولك ده كلام مهم جدا كلام هنفتحه لأول مرة والحقيقة هو كلام خطير جدا اللي هو الانذار والله للتطبيع العدو الصهيوني وإلى آخره انا الكلام ده ارجوك ابوس إيديك اتوسل إليك تصحصح معايا شوية في الكلام ده لانه كلام خطير جدا جدا في سنة 2005 الحقيقة كان في محاضرة أو لقاء تلفزيوني مع الأستاذ محمد حسنين هيكل ورغم تراضي على هيكل في موقفه الأخير من التطبيع وفي بعض المناخ الأخرى لكن هيكل قال في الموضوع ده قال كلام مهم جدا قال سؤال طرح سؤال ماذا حدث في خلال أكتر من ستين سنة ماذا حدث للمصريين هيكل طرح السؤال ده في معرض كلامه على ان احنا لابد في كل فترة ان احنا ده 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 كلام انا بقى مؤمن به انك كذكة عن زكائك وعن الجمال اللي ربنا عملها معاك انك تعيد ترتيب أفكارك مرة أخرى كل فترة انك تفتح الشنطة اللي في أفكارك دي وتعيد ترتيبها لان كتير من الأفكار اللي عندك في دماغك ماتت الآفات الفكرية اللي عندك لابد انك تتخلص منها هيكل كان بيكلم على انه انا الاوان لان احنا نفتح او نعيد ترتيب أفكارنا وبيسأل سؤال ماذا حدث لنا والسؤال ده كان سببه ان هيكل بيقول انه الزعيم مصطفى النحاس زعيم الاغلبية في فترة العصر الملكي كان استدعى السفير الانجليزي سير مايلز وقال له انا وحكومتي والمصريين نرفض اقامة دولة يهودية على الحدود وقال له من فضلك ما تدخنيش في مشاكل مع العرب انا ما يهمنيش العرب انا اللي يهمني بالزبط كده ان دولتي ما يبقاش عليها او على جوارها على حدودها دولة يهودية بيسأل هيكل ايه اللي حصل بعد ستين سنة او اكتر شوية من التصريح بتاع مصطفى النحاس ده اللي حصل انه شمون بريز الصهيوني العميل ده او مش عميل هو صهيوني الصهيوني ده جاء عرض بيقول هيكل عرض على احد الحكومات المصرية في بداية التمانينات انه هو اسرائيل بتصدر لاوروبا ميت الف طن عصير برتقان فطلب بريز ان مصر تتعاون معاه وتجيب له هي الميت الف طن عصير برتقان وهو هيصدرهم لبرا وكان السؤال تاب وليه اسرائيل ما تصدرش بريز كان رأيه او شرح وجهة نظره وقال ان البرتقان ضع برعا كتلة مدورة فيها مياه وعشان يتزرع بيحتاج مياه كتير واسرائيل عندها مشكلة مع المياه وبالتالي مصر كانش عندها وقتها مشكلة مع المياه فمصر عملت فمصر تزرع له وهو يصدر بيقول الاستاذ هيكل انه مصر رفضت بعدها بشوية رجع شيمون بريز اللي هو ده رجع تاني يقول المصريين امريكا بنساعدها في تصنيع السلاح وعندنا الحقيقة اتفاقية مفتوحة معاها ايه رأيكم ان انتو كمصريين تصدرولنا احنا تشتركوا معانا في القصة دي وتصنعوا السواميل والمسامير بتاعة الدبابات والحاجات بس فالحكومة المصرية رفضت وقتها لكن بعد كده بعد كده بشوية سنين صغيرين مصر دخلت في اتفاقية مع الصهاينة اسمها اتفاقية الكويز اللي هي تصدر سوسط بانطرنات والزراير في اتفاقية النسيج بيسأل هيكل ايه اللي حصل ازاي من مصطفى النحاس اللي رفض دولة واحنا رفضنا البرتقان تصدير البرتقان ورفضنا تصدير الصواميل او التعامل معاها ومع ذلك نقبل باتفاقية زي دي هتقول لي انهم رجال اعمال هقولك ما ينفعش رجل اعمال يشتغل في شيء يدر الامن القومي المصري دا كان رأي هيكل في محاضرته سنة 2005 الرأي كله تحت عنوان ماذا حدث للمصريين انا هقول لحضرتك بقى يا استاذ هيكل وانت في عالم اخر عند ربنا انا هقولك ايه اللي حصل للمصريين اللي حصل للمصريين هو انه تم غسيل ادمغتهم عن طريق الاعلام المصري اللي قاعد عند الشاشة دلوقتي اتغسل دماغه وتكوى بالاعلام الاعلام شكل ثقافة المصريين شئنة ام ابينا البنات عندي دراسة من استاذة متخصصة او يعني معاها دراسة هي من استاذة متخصصة في علم النفس اجرتها على مجموعة من البنات من حوالي عشر سنين وشافت كم المعايير والقيم المرعبة اللي اتغيرت في دماغهم واكتشفت ان السبب ده الميديا او يعني احد الاسباب المهمة الاعلام الاول اصحة المترجم للقناة